قرصة طفل و اغتصاب طفل ايهما اخطر هذه هي اجابة نريد من الجميع ان نجيب عليها هي اجابة سهلة بسيطة جدا على هذا السؤال لكن اريد ان افرع من خلاله الى موضوع مهم وخطير جدا فاخواني اخواتي ادعموا هذا الفيديو لك حتى يصل الى اكثر عدد من الناس نقول على عجالة اخواني اخواتي الكل يعلم والكل يعرف ان هناك مسألة اخيرة تم من خلالها الحكم على حكمة رجب العاني بالسجن المؤبد مدى الحياة نعم لانه قام بالفعل الكذائي وهو مع اطفال ولا اريد ان افرع لان هذا الفيديو راح يحذف بسبب السياسات ولا اريد ان يحذف واريد ان اوصل هذه الرسالة المهمة اخواني اخواتي لاحظنا انه قابل تقريبا شهر الدنيا قامت من كل وسائل التواصل الاجتماعي من الناشطين من الناشطات من البيجات من القنوات الفضائية وقنوات اليوتيوب علي السماوي علي السماوي لقد قرس طفلا ماذا نفعل اعوذ بالله لقد دمر الدنيا اعوذ بالله علي السماوي قرس طفل والدنيا قامت دنيا راحت وكأنما وكأنما الشيخ علي السماوي قام بفعل يعني كما قام الفعل هذا الشيخ الانباري الذي قام بهذا التحديد اوزنوا الامرين اوزنوا الفعلين ولاحظوا ودققوا ان الاعلام كم يستهدف المكون والطائفة الشيعية وهذه حقيقة لا ينكرها الا الجاهل حتى من الطرف الشيعي يعني اليوم انا متخيل او متأكد راح يجيني تعليق انت يا صاحب القناة طائفي ليش تقول انه هذا الشيخ الانباري قام بكذا مع الاطفال وينسى او يتناسى بانه هذا الشخص نفسه وغيره من الاشخاص قاموا بالترويج ضد علي السماوي نعم قلنا وذيننا ونشرنا ان فعل الشيخ الانباري هو خطأ يعني اقلها بمنظور الكثير من هذا الوسط الكثير نشر على الشيخ الانباري لكن الكثير تجاهل ونسع وتناسع موضوع يعني ما قام به حكمة رجب العاني وكيف قام بالفعل الكذائي بالنسجد وهو قار القرآن مع من مع الاطفال فنقول ان الاعلام ولا اريد ان اسمي بعض من الناشطين حتى لا يتلوث هذا الفيديو هم يسلم دولارات فقط حتى يهاجم الشيعي ويهاجم الجنوب وهذه حقيقة والدليل هو تصليط الضوء على قرصة الشيخ السماوي ونسيان وتناسع والتغافل عن ما فعله العاني وفي امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة